ده بقى كلام الإعلام المصري تقريبا هم بيمهدوا المصيبة هو بيمهد لحاجة معينة يقولك إن نسبة الوفيات في مصر بتتزايد وبتعلى ما هو كمان في نفس عمر قديم أيضا في نفس الفيديو يقول إن أنت عندك مايو وعندك الشهور الجاية هيبقى فيها تضاعف في عدد الوفيات عايز أقولك بس معلومة لما تبص كده لعدد الإصابات في العالم اللي دخلت على 2 مليون تقريبا 2 مليون ونسبة الوفيات 110 ألف يعني تقريبا نسبة الوفيات الإجمالي لنسبة الإصابات لا تتعدى الخمسة في المية القصدي نصف في المية في نفس الوقت إن نسبة الوفيات في مصر ديوقتي ما شاء الله يعني للأسف عدد الوفيات 146 ده مبارع وعدد المصابين 1939 يعني تقريبا 2000 يقولك إن إحنا عندنا أزمة عندنا مشكلة سيداحمد عطوان عندنا أزمة في إجمال عدد الوفيات مقارنة بإجمال عدد الإصابات في نفس الوقت عندنا حتة يمكن مش كتير بياخد باله منها سيداحمد اللي هي عدد الفحوصات اليومية يعني مثلا في دول بتقول إحنا النهاردة عملنا 25 ألف حالة فحص عملنا 20 ألف تحليل لكن مصر خلال أكتر من شهرين وعشر أيام عملوا فقط أقل من 30 ألف فحص فما بالك بقى لو عملنا أرقام زي الدول اللي بتعلن عنها تقريبا لو هنتكلم مثلا عن تركيا بواقع إن إحنا الأقرب لنا في الأرقام تركيا 25 ألف حالة فحص مبارع فقط في اليوم في اليوم 25 ألف تقريبا